اشتركوا في القناة بس هم ما بيعملش للفروة الطويلة ولا للفروة الأسرى هل ممكن نسميها أدابتيشن تأقلم يس طبعا فالانتخاب الطبيعي ظاهرة نقدر نشوفها ونقدر نختبرها فاحنا نؤمن بالانتخاب الطبيعي لكن الانتخاب الطبيعي ليست قوة خالقة انت بتنتخب مما هو موجود أو بتغير جنس لجنس لا مش جنس لجنس انت بتخلي مثلا زي ما نقول الكلاب اللي عندها فروة كبيرة طويلة يعني فيه أنواع كتير الكلاب فهل هذا بيثبت نظريتهم ولا فيه بيرجع مصدر واحد بالزبط كده الرب لما خلق في سفر التكوين خلق كأجناسها 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 فخلق مجموعات فلو قلنا مثلا فيه 200 نوع من الكلاب الرب ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس الرب خلق الزئب والزئبة اللي فيهم كل الجينيتك ماتيريا اللي فيهم كل الشفارات الوراثية واتوزعت بعد كده وتعاملت منها كل هذه الكائنات المختلفة اللي من الكلاب ما فيش منها بقى قطط مثلا تمام أيوه فهي داخل مجموعة الكلاب عارف يا أسيس نزار أنا لما كنت بدرس بيولوجي زمان كان يقولوا لنا إيه إن فيه كذا نوع من البشر تمام كذا أجناز القوقازي والمنغولي والحاجات دي كلها وكل دا جاي من جد تخيولي أعظم تخيولي ما عندناش حفريات لي عملوا مابينج للهومان جينوم يعني عملوا الخريطة الجينية وفرانسيس كولينز كان المسؤول عن هذا المشروع وقف وقال كلنا جينا من جنس واحد شكرا أنا أعرف ذلك من كلمة الله الصادقة في تكوين أصح واحد لأننا جينا من مصدر واحد وهو آدم وحواء فالعايز أقوله لكن فيه تشكيلة كبيرة قوي من البشر فيه سبعة بليون شخص عايشين دلوقتي أشكالهم مختلفة وأطولهم مختلفة يعني مثلا السكان الأصليين في أستراليا يمكن الوجه أو الرأس يمكن يبتدي شوي بيختلف مثلا عن اللي في أوروبا بالضبط دا توزيع جينات لكن كلها جي منين؟ من آدم وحواء وده التوزيع اللي حصل بعد بورج بابل تمام؟ فطبعا فيه أدابتيشن زي ما حضرتك قلت بحيث أن كل مجموعة بتعيش في ظروف بيئية معينة عليها أنها تتأقلم مع هذه الظروف فالناس حتى اللي بيهجروا من أوروبا ويروحوا أستراليا اللي فيها شمس كتيرة بيخلوا بالهم من جلدهم لأن الاسكين كانسر أعلى في الجلد الفاتح بل حضرتك دا أدابتيشن تمام؟ الجزء الثاني اللي بتعتمد عليه نظرية النشو والارتقاء هو التفارات العشوائية التفارات سلبية بترجعنا الورى مش بتقدمنا الأدام فكلمة طفرة في العربي كأنها نطل أدام هي الحقيقة نطل وراء تمام؟ فالتفارات العشوائية ما تقدرش تطلعنا الأدام من موليكيول إلى مان مش ممكن تمام؟ وبعدين لازم التفارات دي تكون إيجابية وتفضل تحتفظ بنفسها للجيل اللي بعده واللي بعده واللي بعده ويفترض أنه ما فيش حاجة في الوسط قاتلة ظهرت ما هي عشوائية بقى ممكن أي حاجة تحصل فشوف لما ندرس النظرية بالتفصيل طبعا فيه تفصيلات كتيرة قوية أسيسني يعني البيت اللي بيتبنى جديد منيجي عليه بعد مئة سنة حتى لو ما حد لمسه بيكون تضهر بالضبط أو بيتدهور مش بيتجدد exactly we are decaying وده اللي هو القانون الثاني في الطبيعة أن كل حاجة بتقل مش بتزيد تمام؟ فالنظرية النشو والارتقاء ضد القانون الثاني من قوانين الطبيعة لذcor لذوق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة